الكلام غير المباشر ايه هو الكلام غير من مباشرد ان نصد بكلام غير المباشر يعني الكلام منقول عن شخص ما بس بدون استخدام نص الاصلي للكلام في يزيل حالة بيتم تغيير هيئة الكلام تبقى لنوعي ونوع الحديث يعني ايه تبقى لنوع الحديث ؟ ازا كان سؤال ازا كان جملة خبرية اذا كان استفهام اذا كان جملة طويلة على حسب الحديث بنغير كذلك يتم تغيير الضمائر طبعا اكيد بنغير الضمائر طبقا للحال ده ويتم ارجاع الزمن خطوة للوراء يعني خطوة للوراء هنعرف ازاي ازاي هنحول الازمنة اللي بتكلم فيها ككلام مباشر وما ننقل هذا الكلام المباشر هننقله ازاي في الازمنة التانية يمكن استخدام ذات بين جملة القول وجملة الكلام الغير مباشر يعني جملة القول يعني جملة الكلام جملة القول يعني على سبيل المثال اما اقول احمد ساي او احمد سد احمد قال دي بنسميها جملة القول او احمد تل احمد بروميس اي حاجة من دول بنسميها جملة القول انما جملة الكلام هو النص الاصلي للكلام فبربط بينهم من خلال ذات في الجمل والافعال التي تعبر عن الحقيقة الواقعية يمكن زمن الفعل تغييره او عدم تغييره ممكن تغييره وممكن عدم تغييره الحاجة اللي بتدل على الحقيقة يعني بنقول مثلا الشمس بعيدة الطريق طويل المسافة بين الخاهرة واسكندرية طويلة او قصيرة على حسد ده ويمكن ايضا انه نغير جملة القول ونوع جملة القول يعني نوع الفعل خصيصا تبقى لنوع الكلام المنقول هنا مجال التغيير وهنا الكلام المباشر والكلام غير المباشر اول مجال التغيير فيه هي جملة القول جملة القول او فعل القول بنقول مثلا انا سابق المسال هي او شي سايز او زي ساي لما نقولها ليه كلام غير مباشر فبنقول ساد يعني بنحولها في الماضي لانه قال وخلص لو قلنا قال دلوقتي يعني قال امس فالزمن طبعا اتغير فبنقول هي او شي او داي بتبقى ساد او طول او اكسي بلين او بروميس على حسب الموجود في النص الاساس يعني هو وعد هو شرح هو قال واخبر فعل القول اذا كان في زمن المضارع بتحول الى زمن الماضي اذا كان في زمن الماضي بنسيبه زي مهم بنغيرهوش الضمائر الضمائر اذا كان في الكلام المباشر فيه الجملة الاصلية اي او وي اي بتتحول الى هي او شي وي بتتحول الى ذي اي بتتحول الى هي وشي وي بتتحول الى ذي زمن الكلام زمن الكلام هنا الزمن الاصلي للكلام الاصلي بيكون لو كان في زمن المضارع برجعه خطوة للوراء زي ما قلنا بيبقى في الماضي البسيط لو كان في المضارع البسيط بيبقى في الماضي البسيط لو كان في المضارع المستمر بيتحول للماضي المستمر لو كان في المضارع التام بيتحول للماضي التام لو كان في المستقبل البسيط اللي هو will زائد المصدر بيتحول لwood زائد المصدر طيب لو كان أي زمن غير المضارع المستقبل البسيط كان مستقبل التام المستقبل مستمر أنا بغير بس will بحولها لwood ومبغيرش أي حاجة تاني بالنسبة للزمن فبغير will بحولها لwood توقيت الكلام طبعا أكيد بيتغير يعني أو بيسموه time reference توقيت اللي حصل في الكلام يعني أنا أشرت في جملة القولة today النهاردة فلازم أحولها تبقى that day لو قلت now يبقى then لو قلت next week الزبوع اللي جاء the following week وهكذا يعني next week لو قلت next day tomorrow لو قلت على سبيل المسألة next month هقول the following month next year the following year لو tomorrow the following day yesterday يعني أمس بتبقى the previous day أو the day before يعني إذا الإنهى في الكلام الغير المباشر بالشكل ده يبقى ما نيجي نحولها الكلام غير مباشر نحولها بالشكل ده تطبيقات على الكلام الغير مباشر ده جمل كلام مباشر ودي جمل كلام غير مباشر فنقول tamer said زي ما قلنا ده جملة القول ودي جملة الجملة الأصلية tamer said حطيتها بنقصين عشان أثبتها tamer said tamer قال i wanted to stop smoking i wanted to stop smoking هنا الجملة ده في زمن المدارع البسيط تبقى إذن لازم أغيرها في زمن الماضي البسيط ممكن أغيرها وقول tamer told me that he wanted to stop smoking tamer told me أنا حاولت said هنا لtold me يعني أخبرني لو قلت say to me أو said to me حاولت إلى told to me that he wanted to stop smoking لحظة أنه want هنا وهنا wanted الماضي البسيط he said it is cold today he said it is cold today he said that it was cold لحظة أننا غيرت الزمن i like reading said mona mona قالت إنها بتحب القراءة ومونة said that she liked reading في الماضي البسيط he said cairo is very big نلاحظ هنا إن cairo is very big دي حقيقة فممكن أستخدم فيها تغيير الزمن أو لا فبقول he said that cairo is very big أو أقول he said that cairo was very big she said she will come early tomorrow she said she will come early tomorrow نا هو قالت إن هي هتجي بدري بكرة فنلاحظ هنا إن أنا غيرت إيه غيرت قبلة القول فقلت she promised يعني هي وعدت that she would well حاولتها ال would come early the next day هنا tomorrow حاولتها لي next day وكنا هنا من الشرح وكنا التام المستمر أولا عملت لكم الجدول ده عشان يكون أسهل وأوضح بالنسبة لكم ونفهم إزاي نستخدم الماضي التام والماضي التام المستمر بشكل صحيح أولا عندنا زمن الماضي التام present perfect symbol الماضي التام البسيط الماضي التام ماضي التام تكوينه بيتكون من head زائد pp أو التصريف التالي الhead أو التصريف التالي وهذا هي الماضي بتاع have فهنستخدم head زائد التصريف التالي إنما الماضي التام المستمر بنستخدم head زائد bin زائد فعل زائد ing الماضي التام المستمر head زائد bin زائد فعل زائد ing g هنعرف الفرق بينهم في الاستخدام أولا المضارع الماضي التام الماضي التام بنستخدمه للتعبير عن حدث يكون أقدم من حدث آخر ودائما بيكون مرتبط بزمن المضارع الماضي البسيط الماضي البسيط على سبيل المثال بنقول we were late because the bus had broken down we were late because the bus had broken down في حدثين الحدث الأول اللي تم بيكون في زمن الماضي التام أما الحدث الأحدث منه أو أجدد منه بيكون في زمن الماضي البسيط زي هنا قلنا we were late احنا اتأخرنا احنا اتأخرنا البس تعطل فهل الأول البسيط تعطل ولا احنا اتأخرنا الأول لا البسيط تعطل الأول عشان كده نستخدم زمن الماضي التام خلوا بالكم قوي في الاستخدامات لأنه مهمة جدا في الأزمنة بالنسبة لزمن الماضي التام المستمر ده بيعبر عن موقف أو حدث أقدم من حدث آخر بس استمر فترة من الزمن وللتعبير عن حدث التعبير عن سبب لحدث تم في الماضي سبب لحدث يعني أنا بشرح بستخدم الماضي المستمر في شرح حدث قديم حصل فعندنا مثالين فالمثال الأول بيقول هنا حدث في الماضي حدث في الماضي وهو الماضي البسيط إن إحنا زرناهم ولكن هم كانوا عايشين من فترة قبل كده من حوالي ست الشهور لمدة ست الشهور عشان كده أنا استفتم هنا زمن الماضي التام المستمر had been living إن أنا بشرح سبب بقول على سبيل المثال my father was tired because أبي كان متعب ليه he had been working in the farm all the day عمل في المزرعة طول اليوم فعشان كده هنا أنا استخدمت زمن الماضي التام المستمر لأنه شرح حاجة تمت في فترة طويلة في الماضي وده الفرق بينه وبين الماضي التام المستمر باختصار الماضي التام البسيط بستخدمه في حدثين حدث أقدم من التاني إنما لو عاوز تفصيل لهذا الحدث بستخدم الماضي التام المستمر أو سبب لهذا الحدث أولا المستقبل المستمر المستقبل المستمر زي ما قلنا المستقبل هو عبارة عن تعريف لشيء هيحدث إن شاء الله في المستقبل إمتى سيحدث أنا ما عرفش هل متأكد مش متأكد ده اللي بيحدده استخدام الزمن عندنا في اللغة العربية أنا بستخدم سوفة أو بستخدم الحرف س أحطه دام الفعل عشان أعبر عن المستقبل من غير أي تحديد أو تخصيص لكن في اللغة الإنجليزية بنحدد الحدث إذا كان حدث سيتم بالتأكيد حدث وفق خطة حدث في دليل موجود علينا إن شاء الله هيحصل حدث بدون دليل حدث هيستمر فترة في المستقبل أو في وقت محدد حدث هيتم في وقت محدد في لغة الإنجليزية بنحدد الحدث هيتم إمتى وظروف الحدث فعندنا هنا إنه هنختص به النهار ده دراسته هو المستقبل المستمر المستقبل المستمر ده بيعبر عن حدث هيتم في فترة هيستمر في فترة في المستقبل وبحدد الفترة دي يعني على سبيل المثال أقول I will be playing I will be playing تينيس from 7 to 9 دي معناها أني سألعب التينيس من الساعة سبعة للساعة تسعة مساء أنا حددت كده الفترة اللي هتقع فيها الحدث عشان كده حطيته في زمن المستقبل المستقبل المستمر زمن المستقبل المستمر بالأساس بيتكوى من will be will be زائد الفعل زائد ing الفعل الاساسي will be زائد الفعل زائد ing زي ما قلنا هنا I will be playing يعني هنا will زائد b زائد الفعل الاساسي هو play فحطيته playing الصيغة دي بتعبر عن حدوث شيء في المستقبل في وقت محدد والفترة زمنية معينة بذكر الفترة دي نقول على سبيل المثال تاني the government will be trying to reduce effects of climate change ستحاول الحكومة ان تحد من تأثيرات تغير المناخ هنا بنتكلم عن حدث سيتم في المستقبل في المستقبل والفترة طويلة بنعرفش الفترة دي امتى بس سيتم الفترة طويلة بنستخدم maybe زائد الفعل زائد ing تعبير عن المستقبل مستمر بس عن حدث غير مؤكد غير مؤكد يعني نثبته احتمال انه يحصل ولا لا بس بنفس الصيغة او نفس التعبير عن زمن المستقبل مستمر لذلك احنا بنسمي maybe زائد الزائد ing ايضا مستقبل مستمر بنقول many more people may be moving to cairo in the next 50 years ربما عندقل المزيد من السكان للعيش في القاهرة السنوات الخمسون القادمة ربما ربما لا بس السنوات الخمسون القادمة هي فترة طويلة عشان كده استخدمت معاها المستقبل المستمر هنعرف ازاي اولا مجال التغيير ما بين السؤال المباشر والسؤال غير المباشر لاحظ في السؤال المباشر بنقول ask ask هو الفعل الاساسي المستخدم اما بحط السؤال المباشر يعني جملة القول بتكون في سؤال مباشر وبعد بفتح قصين وبكتب السؤال نصه بالظبط نص السؤال بالظبط لكن في حالة تغييرها مع الغير مباشر وربطها في جملة ثانية أو بالسؤال الثاني هستخدم بعض الأشياء الأخرى بعض الأفعال الأخرى ممكن استخدم ask لو هي في المضارح هحاولها الماضي لو هي في الماضي بس بلزم هي ممكن استخدم wanted to know يريد أن يعرف أو يريد أن يعرف wonders wondered would like to know يريد أن يعرف can you tell me inquired inquired يعني يستفسر فعل القول بيكون في زمن المضارع يبقى إذن هيتحول لزمن الماضي لكن لو كان في زمن الماضي بس هو ما بغير فيه حاجة الضمير طبعا you he she they لأن السؤال بيكون صعب أن أترح I أو we لذلك you هتتحول إلى I أو we على حسب الفعل I أو we هي هتتحول هي هي زي ما هي لأن هي ضمير الغائب ما بغير شي هي هي و they هي هي بنسبة للأزمنة طبعا المضارع البسيط حول الماضي البسيط زي ما شوفنا في الكلام المباشر وغير المباشر في الجملة الخبرية المضارع المستمر بتحول الماضي المستمر المضارع التام بتحول الماضي التام و زائد المصدر بتتحول و زائد المصدر وهنشرح ونقول تاني بالنسبة للمضارع البسيط وبالنسبة للماضي البسيط سهل عارفينه ازاي وتكوينه بيكون عادل مضارع البسيط بيكون مع هيو شي وقت بحط اس في الماضي البسيط بستخدم ايدي مع الأفعال المنتظمة مع الأفعال غير منتظمة بعرفها لو عندكم احتاجين اي معلومات تانية بالنسبة للمضارع المستمر بيتكون من ام او از او ار زائد الفعل زائد ان جي الماضي المستمر بيتكون من was او زائد الفعل زائد ان جي المضارع التام بتكون من هاز او هاف والماضي التام هاد او هاد زائد التصريف التالت هاف او هاد زائد التصريف التالت في المضارع التام في الماضي التام ها تزاد التصريف المصدر زي ما قلنا will بتعبر عن المستقبل و would بتعبار كأنها الماضي بتاعت will توقيت الكلام لما بذكر في السؤالة وفي الجملة كلمة today لازم احضر جر مع بعض الأفعال propositions after verbs حرف جر اسمه proposition حرف جر اسمه preposition لو قبلك الكلمة بيقولك حط proposition تعرف ايه هو proposition حرف الجر بعد الفعال نحط حرف جر بعد الفعل او اكتر من حرف جر بيدينا معنى مختلف عن معنى الفعل الاصلي يعني سبيل المسال بنقول find out about يعني يعرف عند wonder find يعني يجد لكن find out يكتشف find out about يعني يعرف تخير ان المعنى تغير كتير من الفعل الاصلي واضافة حرف جر او اثنين wonder about يعني يتسائل بشأن wonder لوحدة يعني يتعجب لكن wonder about يعني يتسائل بشأن tell someone about يخبر شخص عن think about او of يفكر فيه dream about يعني يحلم بي او of hear about او of بيدينا نحسن نفس المعنى معنى ها يسمع عن complain about يشكو من او يشكو بشأن شيء معين او شخص ما مش يشكو للشخص لا يشكو شخص او شيء know about يعرف عن talk about يتحدث عن read about يقرأ عن warm about يحذر من search for يبحث عن apologize for يعتذر عن شيء hope for يأمل في blame شخص for يعني يلوم شخص على حاجة apply for يعني يتقدم بطلب نوكن نقول apply for a job او apply for a request يعني يتقدم بطلب سؤال عن شيء معين work for يعمل لدى hear from يستمع ويتلقى اخبار من protect يحمي شخص او شيء from او against من suffer from يعاني من recover from يشفى من result from ينتق من او ينتق عن prevent from يمنع من defer from يختلف عن complain to يشكو لي يعني يشكو لشخص يشكو لشخص احنا قلنا complain about يشكو شخص او شيء لكن هنا يشكو لشخص يعني complain to the manager يعني انا اشكيت للمدير belong to يخص او ينتمي الى apply to يتقدم طلب لشركة او لشخص او شركة object to يعترض على intend to ينوي apologize to يعتذر لشخص قلنا apologize for يعتذر عن شيء عن شيء صدر منه apologize for او يعتذر عن اجتماع او اي شيء اخر لكن apologize to يعني يعتذر للشخص accuse of يتهم بي او يتهم بي consist of يتكاوم من die of يموت بسبب result in يؤدي الى succeed in ينجح فيه believe in يؤمن بي help in with يساعد فيه deal with يتناول او يتعاوى من مع do without يستغني عن charge with يتهم بي او يهتم بي sorry يهتم بي real 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 on او depend on يعني يعتمد على concentrate on يركز على congratulate on يهنئ بي crash into يصطدم بي غالبية الافعال اللي احنا بنتعامل بحرف الجر مع بعد الافعال propositions after verbs حرف الجر اسمه preposition حرف الجر اسمه preposition لو قبلك الكلمة بيقولك حط proposition تعرف ايه هو preposition حرف الجر بعد الافعال هنحط حرف الجر بعد الفعل او اكتر من حرف الجر بيدينا معنى مختلف عن معنى الفعل الاصلي يعني على سبيل المثال بنقول find out about يعني يعرف عن wonder find يعني يكتشف find out about يعني يعرف تخيل ان المعنى تغير كتير من الفعل الاصلي واضافة حرف جر او اثنين wonder about يعني يتساءل بشأن wonder لوحدها يعني يتعجب لكن wonder about يعني يتساءل بشأن tell someone about يخبر شخص عن think about او off يفكر فيه dream about يعني يحلم بي او off hear about او off بدينا نحسن نفس المعنى معنى ها يسمع عن complain about يشكو من او يشكو بشأن شيء معين او شخص ما مش مش يشكو للشخص لا يشكو شخص او شيء know about يعرف عن talk about يتحدث عن read about يقرأ عن warm about يحذر من search for يبحث عن apologize for يعتذر عن شيء hope for يأمل في blame شخص for يعني لوم شخص على حاج apply for يعني يتقدم بطلب ممكن نقول apply for a job او apply for a request يعني يتقدم بطلب سؤال عن شيء معين work for يعني hear from يستمع او يتلقى اخبار من protect يحمي شخص او شيء from او against من suffer from يعاني من recover from يشفى من result from ينتج من او ينتج عن prevent from يمنع من differ from يختلف عن complain to يشكو لي يعني يشكو لشخص يشكو لشخص احنا قلنا complain about يشكو شخص او شيء لكن هنا يشكو لشخص يعني complain to the manager يعني انا اشتقد المدير belong to يخص او ينتمي الى apply to يتقدم طلب لشركة او لشخص او شركة object to يعترض على intend to ينوي apologize to يعتذر لشخص يعتذر عن شيء عن شيء صدر منه apologize for او يعتذر عن اجتماع او اي شيء اخر لكن apologize to يعني يعتذر للشخص accuse of يتهم بي او يتهم بي consist of يتكاون من die of يموت بسبب result ان يؤدي الى succeed ان ينجح في believe ان يؤمن بي help ان deal with يتناول او يتعاوى من مع do without يستغني عن charge with يتهم بي او يهتم بي sorry يهتم بي real real on او depend on يعني يعتمد على concentrate on يركز على congratulate on يهن بي crash into يستضم بي ده بالنسبة لاستخدام حروف الجر مع الافعال غالبيت الافعال اللي احنا بنتعامل معها ننتقل الى ال propositions after nouns حروف الجر بعد الاسماء بعد الاسماء حروف الجر بعد الاسماء وزي ما عرفنا ان الاسماء بده نقسم الى اثنين اسماء عامة واسماء اعلى احنا بنختصي هنا بالاسماء العامة reason for سبب لي apologize for اعتذار عن ده كلها اسماء damage to تلفي an answer to حل لي a solution to حل لي an obstacle to عائق لي a real a replay to رد على an effect تأثير على advantage of ميزة الميزة لي هي كده ميزة مرتبطة of بيجي بعدها مضاف الي cause of سبب لي the problem of مشكلة l the aim of حدف l هنا مضاف الي زي ما قلنا انه بعد off بيجي مضاف الي a supply of مؤنء او امداد يعني عن السبيل المسائل امقول a supply of a supply of water a supply of water يعني امدادات مياه increase and زيادة في decrease and نقص في that matter with القطأ في او المشكلة في wrong with القطأ في advantage to ميزة لي هنا ميزة 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 of playing football advantage of exercising يعني ميزة التدريب a لكن advantage to يعني ميزة لي ننتقل للجزء الاخير الخاص ب repositions after adjective حروف الجر بعد الصفات حروف الجر بعد الصفات برضو تبقى مرتبطة بيها احيانا بتغير معناها واحيانا لا لكن في الافعال طبعا زي ما عرفنا بتغير معناها في الاسماء لا بتضيف حاجة او بتوضح معنى بالنسبة للصفات برضو بتوضح معنى معين brilliant at يعني رائع فيه bad at سيء فيه terrible at فضيع فيه او سيء فيه اما على سبيل المثال i am terrible at playing basketball يعني انا سيء جدا جدا لدرجة كبيرة في لعب كرة السلم wonderful at رائع فيه good at ماهر فيه clever at معناها ماهر فيه بس clever at بتبقى عقوى شوية من good at good at دي صفة عادية ان انا ماهر في شيء معين لكن ماهر جدا في شيء معين بنقول clever at hopeless at ميقوس منه annoyed with متضايق من شخص furious with يعني غاضب بشدة من terrified of مرتعب من ashamed of خاجلان من responsible for مسؤول عن famous for مشهور ب good for مفيد لي ready for مستعد لي qualified for مؤهلي bad for sorry about for asif بشأن bored with يشعر بالملل من familiar with مألوف لي angry with غاضب من شخص disappointed with خاب أمل في شخص pleased with مسرور من delight with مسرور من crowded with مزدحم ب satisfied with راضع proud of خور ب frightened of خائف من full of ملي ب scared of خائف من mad about مهووز ب أو مجنون ب sad about حزين بشأن excited about ومثار من worried about قلق بشأن happy about سعيد ب crazy about مهووز ب curious about فضول بشأن dependent on معتمد على keen on مهتم ب لحظة keen on interested in هم الاثنين معناهم نفس المعنى بس بستخدم keen بستخدم معها on interested بستخدم معها in يبقى keen an يعني مهتم به involved in متورط في reach and interested in مهتم به وزي ما قلنا الفقر بين interested and keen 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 بستخدم معها on interested بستخدم معها in وكده بتنتهي ذكرنا لحروف الجر هنشوف ملاحظات مهمة جدا مهمة جدا لازم تعرفها عن حروف الجر وزي استخدم ها اولا لا توجد قواعد لإلحاق حروف الجر بالافعال او الاسماء او الصفات مفيش قواعد سابتة لها دي في اللغة الانجليزية بشكل عام شاوزها كتير في المنطقة دي لكن يجب التعرف عليها ولكن نضيف لها آي انجي خد بالك من الحتة دي جدا ان اي حرف جر بييجي بعد الفعل لازم احط له آي انجي ما ينفعش يجي الواحد معقول فور بلاين فور ايتنج اون اون ووكينج تمام معادة حرف الجر تو حرف الجر تو ليه حالات استثنائية بس بحط وراها انجي لكن القاعدة المصدر مباشرة بدون مضعفة حرف طول لان احنا عرفنا ان المصدر بيتكون من جزئين تو وجزر الفعل يعني اقول على سبيل المصدر بتاع بلاي اسمه بلاي المصدر بتاع ام واز وار اسمه بي تمام قد يأتي ضمير بعد حروف الجر ودي اهم الملاحظات اللي موجودة على حروف الجر وبكده ننتهي من شرط هنتعرف عليهم حالة حالة ونشرحهم بشكل تفصيلي ولا عندكم اي استفسرات ما تترددوش في ارسالها في التعليقات لقناة مستر محسن او في الاميل الاسفل الفيديو اولا حالة الشرط السفرية zero conditional ايه حالة الشرط السفرية حالة الشرط السفرية اللي بتعني عدم تغيير الازمنة سواء في فعل الشرط او في جواب الشرط هنبدأ الاول ب لما f بتكون في الاول f قد تكون في الاول وقد تكون في الوسط بس دايما 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 فعل الشرط بيكون بعد f مباشرة سواء هي كانت في الاول او كانت في المنتصب بالنسبة للحالة السفرية قلنا مش هتختلف انه هيبقى مضارع بسيط ومضارع بسيط جواب الشرط فبعد f بيكون مضارع بسيط فعل الشرط والجملة اللي بعدها مضارع بسيط برضه f لو في النص هيبقى مضارع بسيط قبلها هو جواب الشرط وبعدها مضارع بسيط اللي هو فعل الشرط ودي بتعبر عن حقائق علمية وعدات شخصية حقائق علمية يعني هستمين المساء اللي بقول if i go to bed late i feel tired لو انا متأخر اشعر بالتعب فنلاحظ ان انا بستخدم نفس الزمنين الشرط اذا امت متأخر بشعر بالتعب if he is tired he sleeps لو هو يشعر بالتعب ينام هنلاحظ ان هي دي حقيقة او عادة شخصية if you heat the eyes it changes into water لو هتسخن على التلج او ترفع درجة حرار توف بيتحول لماء ودي حقيقة علمية my father usually gets angry if we argue عادة ابي يغضب لو تجادلنا وهنا قد نستخدم في الحالة الاولى if بتساوي when يعني لو شلت if وحطت when هي هي المعنى مش هيختلف نقول my father usually gets angry when we argue عادة ابي يغضب عندما نتجادل هنلاحظ ان انا دي الجملة الاخيرة شلت if وحطت when وضحت بشكل كامل بالنسبة لحالة الشرط الاولى first conditional دي بتعبر على امكانية حدث بيكون في المستقبل او الوعد او التهديد فشرط ان انا اعمل حاجة عشان يكون في نتيجة دي ما بتعبرش عن حقيقة علمية او لو بتعبر عن شيء لازم اعمله عشان يكون في نتيجة لي و if هنا سواء كان في الاول او في المنتصف زي ما قلنا بعدها بيكون فعل الشرط وفعل الشرط في الحالة الاولى بيكون في زمن المضارع البسيط بس جواب الشرط بيكون في زمن المستقبل البسيط يبقى اذا بعد f سواء في اذا كانت في الاول او في النص بيجي المضارع البسيط او جواب الشرط اللي هو جواب الشرط والجملة التانية سواء لو كانت f في الاول او في المنتصف بيكون في زمن المستقبل البسيط لو كانت f في المنتصف بيكون قبلها جواب الشرط اللي هو المستقبل البسيط لو كانت في الأول بيكون الجملة التانية أسابق النساء اللي بيقول If I see her tomorrow I will tell her the news لو شفتها بكرا ان شاء الله هقول لها الأخبار If you study hard You will get high marks الشرط انك انت تحصل على درجات عالية لازم تذاكر كويس فعندنا if هنا بعدها مدرع بسيط وهو فعل الشرط والجملة التانية بتكون ماضي مستقبل بسيط وهو جواب الشرط ممكن اننا استخدم may أو can بدل will فبقول If they have enough time they can play another game هنا can بتحل محل will بتديني نفس المعنى If she finished her homework She may help her mom لو تنتهي من واجب بتاعها ممكن انها تساعد امها ودي في بقى حالات مختلفة على حسب الغرض اللي بستخدمه لها لكن بشكل عام هنستخدم will لو تدل على امكانية او احتمالية يعني ممكن او ممكن لأ هنستخدم may لو امكانية هنستخدم كان يعني نتأكد من الحدث مليون في المية نستخدم كان نتأكد من الحدث بنسبة خمسين في المية اللي خمسين في المية بيكون may لو الحدث مفتوح مش معروفة هتكون نسبته كام هستخدم will يمكن استخدم جواب الشرط في الجملة التانية اذا كان طلب او امر بدلا من will فبقول if you see Mr. Mohsen pass him my congratulations حين بقيت امر استخدمتها مكان ده لو هتشوف Mr. Mohsen انقله تحياتي what he will do if he gain a lot of money قد تكون F في صغة السؤال بس قبلها بيكون جواب الشرط دايما جواب الشرط بيكون في زمن المستقبل البسيط في الحالة الاولى لكن فعل الشرط بيكون في زمن المضارع البسيط اللي هو بعد جملته بتكون بعد F مباشرة امسينا نحلول الامر دي بالنسبة للحالة الاولى الحالة الصفرية والحالة الاولى ننتقل للحالة التانية اللي هي second conditional هنشوفها بيتعبر عن ايه الحالة التانية دي بيتعبر عن حدث غير ممكن سواء في الحاضر او في المستقبل يعني الشيء ده مش هيحصل ليه لانه هو في طور الاستحالة زي F زي ما قولنا دايما بنكون بعدها فعل الشرط تمام فعل الشرط سواء كانت في الاول او في النص وفعل الشرط في الحالة التانية بيكون في زمن الماضي البسيط انما جواب الشرط بيكون في زمن المستقبل بس بستخدم معه وود عشان تعبر لي عن استحالة حدوث الحدث زائد المصدر F لو كانت في النص قبلها جواب الشرط في وود زائد المصدر وبعدها الماضي البسيط زي ما تعودنا ان F دايما بيجي بعدها فعل الشرط وانا لاحظتوا ان انا بيغطو لكم دايما فعل الشرط باللون الاحمر عشان يبين ان هو فعل الشرط لازم يكون توفره عشان يدينا النتيجة لو قمت بالتمثيل مع توم كروز لكنت محبوظ انا اساسا مش ممثل فهمثل معاه ازاي فمن الصعب انا بدل على استحالة حدوث الحدث ده If I saw Hitler I would kill him لو رأيته هتلر لقتلته انا طبعا لا هشوف هتلر لان هتلر اريدي مات بقاله فترة كبيرة واستحالة برضو ان انا اقتله لان هو اريدي ميت ممكن بقى يعبر ايضا عن افتراض مخالف للواقع تماما وهنلاحظ هنا ان انا هستخدم where مع المفرد بالتعبير عن الاستحالة لاحظ الحتة دي ان انا باستخدمها في اف ان انا باستخدم where مع المفرد سواء مع اي او شي او هي او ات فهقول على سبيل المثال if I were famous لو انا كنت famous هي اساسا المفروض في الماضي البسيط باستخدم موز ومستخدمش where باستخدمت where هنا للتعبير عن استحالة حدوث الحدث if I were famous لو كنت مشهور I would travel around the world كنت سفرت حول العالم if he were the president of USA لو هو كان رئيس الولايات المتحدة he would stop the Iraq war لو كان رئيس الولايات المتحدة لكان اوقف حرب العراق وحرب العراق تمت already في 2003 والجيش الامليكي يعتبر خرج في 2009 فهنا استحالة حدوث الحدثة لان هو مش رئيس الولايات المتحدة واستحالة يبقى رئيس الولايات المتحدة وفي نفس الوقت هو مقدرش يوقف حرب العراق تستخدم الحالة الثانية برضو في النصيحة بس النصيحة الصعبة فبقول if I were you لو كنت مكانك I would learn Spanish لو كنت مكانك لتعلمت اللغة الأسبانية فأنا استحالة أكون مكان كده ننتقل للحالة الشرطية الأخيرة وهي الثالثة third conditional ودي بتعبر عن التخيل في الماضي وهو ما يعني استحالة حدوث الحدث بأي حال وقد تعبر عن الندم عن أحداث في الماضي F في الحالة الثالثة بيكون بعدها ماضي تام سواء إذا كانت في أول الجملة أو في نص الجملة وإذا كانت في أول الجملة الجملة الثانية بتكون جواب الشرط بتكون would زائد half زائد التصريف الثالث وإذا كانت في النص بتكون قبلها جواب الشرط would زائد half زائد التصريف الثالث هنا بيقول if حسن had been very tall he would have been a basketball player لو كان حسن طويل جدا لأصبح لاعب كرة سلة فهو لا طويل ولا هيبقى لاعب كرة سلة if I hadn't gone to Italy I wouldn't have met ماريو لو لم أذهب لإيطاليا لما قابلت ماريو if I hadn't met ماريو I wouldn't have learned to speak Italian ولو لم أقابل ماريو لما تعلمت التحدث باللغة الإيطالية ده كله تخيل في الماضي إنه لا قابل ماريو ولا سافر إيطاليا ولا تعلم إيطاليا فبقيت if في النص بيقى بالشرط في الأول وبعدين if وبعدين فعل الشرط في زمن الماضي التام I wouldn't have met ماريو if I hadn't gone to Italy I wouldn't have learned to speak Italian if I hadn't met ماريو حسن would have been a basketball player if he had been very tall أنا لاحظت إنه حطت لكم F في النص هنا حطت لكم F في النص هنا مع نفس الأمثلة بس بدلتها لكم ترجمة نانسي قنقر